اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في الحلقة الاولى من برنامجكم برنامج نور شو اليوم رح نحكي عن المدينة اللي نحن عايشين فيها الان المدينة اللي عم بث فيها هذا البرنامج هاي المدينة هي مدينة فيينا حصلت للسنة الثامنة على التوالي على لقب افضل مدينة للعيش في العالم لماذا استحقت مدينة فيينا المرتبة الاولى في منافسة خابتها بين 230 مدينة حول العالم ابقوا معي لنتعرف على بعض الجوانب التي جعلت هذه المدينة تحصل على هذا اللقب وهو لقب افضل مدينة للعيش في العالم اليوم في عندي ضيف مميز هاي الحلقة رح تكون مميز ان شاء الله خلوكم معنا ومشوفكم بعد الفاصل اهلا وسهلا فيكم اصدقائي من جديد كما وعدناكم في المقدمة رح نحكي عن مدينة فيينا رح نسأل استاذ فادي مرحبا يا فادي كيف هات صح خير شو اخبارك كيف تشوف في فيينا بعد فترة ثلاثة سنين عيشة في المدينة صار نوعا ما قدرنا نندمج قبل يمكن كنت ألاقي صعوبات شوي بس هلأ صرت اندمج صار فيه اندماج اكتر صار فيه تفاهم اكتر للوضع بشكل عام في المدينة كلا اخلصت مرحلة اي مرحلة في الالماني بيت زفاعي ممتاز يعني لازم تفهم على البلد تفهم اللغات اكيد هو موضوع مو اللغة هو سبب اساسي انه عدم الاندماج بس كمان الثقافة العادات كمان كلها بتلعب دور في النهاية اكيد هذا شي طبيعي على كل ما بتشكرك على وجودك معي في الحلقة نخترافقني طول مدة الحلقة بتشكرك كتير على الراس يا فادي شكرا نستقبل ضيفنا الان رح نستقبل اصدقائي ضيفنا هو ضيف مميز ضيفنا السيد رائد العزاوي رح نستقبله مع بعض اهلا وسهلا فيه كيفك؟ الحمد لله شو اخبارك؟ الله يسمىك شرفتني يعطيك العافية شكرا لتنمية دعوتنا اليك طبعا انا مثل ما قالت رائد العزاوي من سوريا من حلب انا دارس كيميا بسوريا بس معني مخلص اجيت على فيينا بداية 2015 باول سنة خلصت لغة الحمد لله اعملت انتحان قبول لكلية الصيدلي نجحت فيها وانا طالب صيدلي حاليا في فيينا رائد انت حسب ما فهمت انه انت منتسب لأحد الأحزاب اللي موجودة في فيينا او الموجودة في النمسا كيف وصلت لهال الموصول؟ حكيني شوي عن تجربتك طبعا تجربتي في الحزب او المواضيع التانية اللي انا عملتها بعد انا باول سنة اثبتت لحالي وجود يعني نتيجة انه خلصت لغة بسرعة كان الي وجود بكتير منظمات للمساعدات للاجئين بشكل عام انا من مؤسسين احد المنظمات الرسمية اللي موجودة هون هي في الاختناق هون كانت هاي البداية انه انا يكون موجود يعني واندمج بهذا المجتمع كانت سهلة كانت البداية طبعا كان في مشاكل بالبداية انه لغة ضعيفة شوي بس الحمدللله مع الوقت كل شي صار تمام كانت الي اول تجربة بعد اول سنة دخلت فيها الامتحان القبول وانجحت فيه وصل هذا الحكي يعني لمسؤولين موجودين هون مسؤولين عن الاندماج عن اللاجئين وقرروا يعملوا عني روبرتاج كشخص موجود هون فعال بالمجتمع نشط مؤسس بمنظمات دخل جامعة خلص لغة نجح بامتحان قبول قرروا يعملوا عني فيديو كان هذا الفيديو يعني مثال يعطي صورة حلوة كتير عن اللاجئين بهذه البلد وكنت انا هذا المثال وهذا الشرف لأيدي طبعا الله يعطيك العافي يعني سيطاق واصل قبلك الحمدلله احلى رائد رائد في عندي هون كلام كتير بدي احكي لكن الوقت ما بيسمح لي انه اخذ كتير البيئة في فينة والمواصلات والمعيشة بشكل عام هي على مستوى عالي نعم نحن 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 نكتي بديو فينة احكي؟ كيف تشوف ال مواصلات في فينة؟ بس ذاكي تجاوبني على اي بعد من أن تشوف التقرير تعله حسن نعم المقارب الوحيدة الكتابت المقارب الوحيدة في المقارب الوحيدة ساعة واء وأنهم من المقارب الوحيدة ويطرون استراضي جميل من A إلى B. Nun wurde Wien zum 8. Mal als lebenswerteste Stadt ausgezeichnet. Ein Grund dafür ist das gute Verkehrsnetz. Jetzt habe ich mich zum Standort des Betriebs begeben und habe Pressesprecherin Frau Grießmeyer gefragt, was denn die Wiener Linien ausmacht? Ein gutes Verkehrsnetz muss zuverlässig sein, muss pünktlich sein und muss mich letztlich sicher und schnell von A nach B bringen. Und für uns ist dabei zentral, dass wir letztlich alle Verkehrsmittel gesamtheitlich denken, also das gesamte Verkehrsnetz als ganzes denken. Wir haben in Wien 160, über 160 Linien, Bus, Straßenbahn und U-Bahn. Und alle haben letztlich in diesem Zusammenspiel eine etwas andere Funktion. Die U-Bahn, also die schnelle Verbindung, die Autobahn sozusagen im öffentlichen Verkehr. Wir haben dann die Straßenbahn, die Landstraße für die lokale Erschließung und dann die kleine Gemeindestraße, der Bus, der dann wirklich bis ans letzte Ziel unsere Fahrgäste bringt. Und wie, also eine sinnvolle Verknüpfung von diesen verschiedenen Verkehrsträgern ist letztlich das, was dann ein wirklich gutes und leistungsfähiges Verkehrsnetz ausmacht. Unser Sicherheits- und Servicepersonal ist dazu da, darauf zu achten, dass die Hausordnung von allen eingehalten wird und für Anfragen, für Hilfestellungen bei Fahrgästen da zu sein. Letztlich sind in unserem Verkehrsnetz jeden Tag 2,6 Millionen Menschen unterwegs und da ist es dann wichtig, dass sich alle an die Regeln halten. Und zusätzlich haben wir in Wien natürlich auch mit der S-Bahn, mit der ÖBB gemeinsame Stationen. Und da ist es uns halt einfach auch wichtig, dass es einen guten Austausch, eine gute Zusammenarbeit gibt und dass die Sicherheitskräfte sowohl von den Wiener Linien als auch von der ÖBB in beiden Bereichen bei diesen Stationen auch für die Fahrgäste da sein können. Weil das sind zwar bauliche Grenzen, aber das soll eben keine Sicherheitsgrenze sein. Und für uns ist dann letztlich der große Vorteil oder für unsere Fahrgäste, dass sowohl die Wiener Linien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den ÖBB Bereichen für Sicherheit sorgen können, als auch umgekehrt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gebe zurück an NUR ins Studio. Auf Wiedersehen. Das ist, die في عنا كثير وسائل النقل وما ننسى الأسعار وسائل النقل مثل ما شفنا يعني أنه كثير مناسبة مميزة تقريبا عم تدفع يورو واحد لنهار كامل طبعا وما ننسى كمان أنه موجود عدة قوانين تضبط أسعار هذه المواصلات يعني مثلا اللاجئ ما بيدفع مثل الشخص الغريب مثل الشخص النمساوي مثل الشخص السائح كل إنسان حسب وضعه الاجتماعي الوضع يدفع فيه فاتورة هذه المواصلات لا الحمد لله أريد كثير نظامي مستحيل رائد في عنا نحكي شي عن التعايش المساواة بين أفراد المجتمع هذه كثير مهمة لأن الاندماج في عنا ميزة أنه هو الأمن الأمن في فينة هو أنه يمكن أقل معدل جرائم موجود في أوروبا تقريبا في العالم في فيينا نعم تماما وهي طبعا سادس مدينة في مقاييس الأمان في أوروبا طبعا هذا الشيء يعني أنا كشخص عايش بفيينا فيني لحظه من فيني لحظه من أول من تعامل الأمن السلك الأمني اللي موجود في فيينا ما عنده تلاعب أبدا بالموضوع الأمني يعني مثلا لما تصير مشكلة ما في تلاعب مع أي طرف كل إنسان اللي عليه حق بده يتحاسب واللي له حق لازم ياخد حقه وما في تمييز أبدا موجود بهذه البلد ولما يكون السلك الأمني والنظام اللي موجود في فيينا أو بالنمسا بشكل عام نظام صارم ضد المشاكل ضد العنصرية ضد أي شيء موجود أكيد رح تكون مدينة آمنة شفت شي رشاوي شفت شي حدا دفع لحدها لا لا أنا ماشي بالنسبة إنتي شفت بس عنا فيها سؤالي أنت حاولت ترشيني لجئني لأول الله يزال ماك على فكرة مع أنه يعني في مظاهرات ومسيرات كثيرة في فيينا حرف شلون بس طبعا كلها بتكون سلمية لكن سبحان الله ما في أي مشكلة ما في أي جريم لا ننسى نحن أنه الشعب المساوي بشكل عام شعب راقي جدا يعني شعب لا يحب المشاكل لا ننسى أنه نحن نحن عايشين بدولة حيادية دولة ما عندها مشاكل أبدا وهذا الشيء أكيد له تأثير كثير إيجابي على الحياة الاجتماعية اللي موجودة هون طبعا وهذا الشيء بيأثر على كل الناس الجدد اللي موجودة بهذه البلد سواء كانوا غير نمساويين أو لاجئين أو أجانب عايشين في هذه البلد كله له تأثير من هاي النقطة كثير إيجابية من لاحظها صح طبعا كل شيء ضمن قانون كل شيء ضمن كيف نقول مثلا ترخيص أنت بدك تعمل مظاهرة إليك الحق تعمل مظاهرة طبعا ما فيك أي شيء بدك تعمله تعمل مظاهرة تعمل مسيرة تعمل لعبة طابة تعمل أي شيء في إيلك حقوق أنت كشخص مواطن تمارس كل حقوقك يعني الشيء اللي أنت حاب تعيشه هون بس كل شيء ضمن قانون ضمن ترخيص ضمن أطر معينة موجودة ومرسومة وماشي عليها هاي البلد وهذا الشيء بيسهل علينا الحياة والمعيشة ويسهل علينا التآلف والتخلط يعني بين جميع الفئات اللي موجودة بهاي البلد تمام رائد أنت أنت بجامعة فيينا الآن صح؟ صحيح أي قسم؟ أنا بجامعة فيينا من السنة الماضية بقسم الصيدلة هل تدرك الصيدة لي هون عم بدر الصيدة شفت شيء مشاكل لما حاولت تدخل لها الجامعة يعني تلاقيت شيء صعوبات تلاقيت شيء كانت كثير سهل الدخول للجامعة الدخول للجامعة خصوصا في فيينا والنمسا عن جد هو نظام كثير سهل وكثير مبسط يعني منشوف أنه الدخول على جامعة فيينا هو ما بده شروط ما بده نسبة مئوية من شهادة البكالوريا الشهادث السنوية يعني أمور كثير مبسطة طيب ومجرد ما يكون عندك شهادة بكالوريا وين ما كنت فيك تعمل تعديل تدخل على الجامعة تدرس الفرع اللي بدك يا طبعا لا ننسى أنه موضوع اللغة موضوع اللغة اللغة المانية الفروع بالجامعة فيينا تحتاج أكيد لازم يعني أقل شيء لازم يكون معك مستوى اللغة بيتس فاي بيت نين لما يكون معك مستوى تكون أنت مؤهل لأنك تدخل الجامعة طبعا ما ننسى موضوع الجامعة هو نظام سهل نظام سلس بس يحتاج إلى لغة يحتاج إلى عقل يفهم كيف ماشي هذا النظام نظام الجامعة نظام التعليم بس بشكل عام كل شيء مسهل ومبسط طيب رايد راح نشوف أنا وأنت وفادي هذا التقرير هلأ عم نحكي فيه هذا التقرير عن التعليم في فيينا شوفه مع بعض نشوفه مع بعض التعليم في فيينا ما بيختلف عن التعليم في بقية ولايات النمسا في المراحل المقبل الدراسية يعني رياض الأطفال صف ما قبل المدرسة يسمى التحضيري المرحلة الابتدائية ولكن تقسيماتها تختلف عن التقسيم في الدول العربية وإذا قلنا بالزاد سوريا هي أربع سنوات المرحلة الابتدائية بعدها يقرر الطالب أنه يروح على القبنازيوم اللي هو مثل يقارب السنوية وممكن يدخل الجامعة أو المدارس المتوسطة يكون مستوى أقل حسب مستوى التلاميذ وتأهلهم لدخول المدارس الفنية تقريبا مثل السنوية التجارية السنوية الصناعية وما هدى فيه نظرة استعلائية من جهة لأخرى لكن هذا حسب إمكانيات التلميذ ما في داعي أنت التلميذ عنده إمكانيات محدودة فيه إختصاصات معينة تخليه بالزور يدرس إختصاص ما رح يتوفق فيه لأنه ما عنده القوة ويستخدم قوة الموجودة عنده أو الإمكانيات في إختصاصات بيبدع فيها ويطلع مهني ومستقبله المهني جيد جدا كمان يعني مو فقط لدرس جامعة أنا بيشوفه أين الطفل بيحب يكتغل أو يتعلم بيترك له حرية وضع الإمكانيات في المكان المناسب إذا ما عندي إمكانيات أنا لازم أدرس طب وأتخرج طب ما في داعي إذا أنا ما عندي هالإمكانيات ويصير عنده شتريس أو اكتئاب للتلميز ما في داعي حسب الإمكانيات المتوفرة لدى الطالب ممكن تفتح له آفاق حسب هذه الإمكانيات العمر من نفس المراحل السن السادس يدخل المرحلة الابتدائية بس ما في سن محدد للجامعة ما في سن محدد أو لعمر الشهادة الثانوية نحن عنا لازم يكون في نفس العام اللي حصل فيها على الشهادة الثانوية يسجل في الجامعة هذا الكلام غير موجود هنا والاختصاصات مثل ما أنه تسير وفق إمكانيات الطالب والطلق الطالب اللي حصل على الشهادة الثانوية عنده الخيارات مفتوحة للدخول بأي اختصاص لحد كم سنة سابقة ما كان فيه حتى هذا اللي بسموه امتحانات القبول لكن لسا أسباب اقتصادية على الأكتر وتنظيمية في الجامعات تم إدخال هذه المسابقات لسيطرة على العملية التعليمية يعني ما ممكن أن أفتح كلية ويدخل لها خمس سلاف طالب وعندي إمكانيات الجهاز الإداري والجهاز التعليمي لهذه الكلية ما بيستوعب غير مثلا ألف وخمسمائة طالب هذه كانت الأسباب وأسباب حاجة البلد طبعا تخطيط مثلا الطب أو يختلف يعني امتحانات القبول ليست مستقرة لأختصاصات فقط حسب الضغط على الجامعة تدخل هذه الامتحانات ممكن العام القادم ما يكون في هذا الامتحان القبول نحنا إذا نحكي على كيفية رفع مستوى التعليم فأحد أهم الخطوات الأخذتها فينا هي الحد من عدد التلاميذ في الصف على 25 طال تلميذ المنهج مختلف جدا وحتى لفترة معينة كان عند الأسادسة قدر من الحرية باختيار الكتب التي يدرسونها ولكن عليها أن تغطي نقاط معينة في المنهج لأنه رح يأخذ الشهادة السنوية ويدخل الجامعة والعملية التعليمية مبنية على أنه هذا الطالب مستوعب الفقرات التالية أو المواد التالية في الرياضيات في الفيزياء في الكيميا بغض النظر فكان حتى عند المدرس حرية اختيار الكتب التي يدرس ولكن عليها أن تغطي المجالات التي تغطيها هذه المادة أو تلك الآن المنهج يتم طبعا المواد تكون محدودة في المرحلة الابتدائية ومسلا يبدأوا معهم بالإنجليزي من الصف الأول ولكن ليس عن طريق كتاب ولكن جمل يلقيها المدر المعلم أو المعلمة للتلاميذ ويرددها التلاميذ بعد سنتين تصير عندهم كتب وفي المرحلة بعد الأربع سنوات ينتقل للمرحلة الثانية يصير مادة رسمية في الصف واللغة وبعد سنة ممكن يختار الطالب إذا كان لنفرض الآن كان عنده اللغة الإلزامية الألمانية ولغة الأم اللغة الأم الألمانية وبعدين أخذ لغة تانية مثلا الإنجليزي بعد سنتين ممكن في الجمنازم اللي هو يقابل تقريبا المرحلة السنوية عنها يأخذ مادة اللغة الفرنسية الإسباني اللاتيني يختار أو مع الرياضيات إذا كان سيتجه التجاه العلمية يأخذ الهندسة الوصفية أو مثلا الكيميا والبيولوجيا العلوم الطبيعية ويوسع عليها الجيولوجيا ويبني عليها حسب ما هو متوجه الشهادة الثانوية اللي حياخدها ويعرف أي اقتصاص سترزمني هذه المواد ممكن تضاف إلى هذه المواد كل صف تأتي مواد جديدة وليس أنه عنا نحن المواد موجودة ولكن نحن في سوريا أو أكثر الدول العربية يزاد عدد ساعات هذا الاختصاص أو ذاك حسب التوجه اللي سيكون أدابي ثم بالمرحلة السنوية ترغى بعض المواد لأنه ما رح تلزمه لا تبقى المواد ولكن تضاف إلى مواد أخرى حسب الحاجة في المرحلة الجامعية اللي طال التلميذ ناوي يدخلها الفيينة مع كل تقدير لا تقطع مراحل جيدة في هذه وفق هذه الاحتصاص تحت الوسط حتى في بعض ولكن مثلا في تعليم اللغات الأجنبية تكلمنا عنها الآن هي من السباقين في أعلى مستوى أوروبا مراحل مراحل مواد أو اختصاصات أو تفرعات ولكن المهم في هذه العملية أنه عملية التغذية العكسية يعني نحن تقول الدراسة أنه مستوى سيئ ما بيقول الواحد عبيتفرج ويعني ومعبيبادر يصلي لازم توجد طرق وخطوات تحسين ومحاسبة مرة تانية وإعادة إحصاءات مرة تانية شو استفدنا من هالخطة اللي حطناها وين وصلتنا وشو ممكن نستفيد منها أو نضيف عليها أو نشين منها الآن أي واحد بتصيله من بيئة معينة وتحطه ببيئة معينة رح يكون في تحديات وفرص وهذا هو المهم بالنسبة للتلاميذ وأهليهم يلي طبعا في كتيرين مرافقين لأهليهم وقليلين يلي هما الأجل لوحدهم وفي سن المراحل المدرسية مراحل جامعية بكون تخطى كل هذه العقابات اللي ممكن تصادفه فالمعوقات رح يكون أول واحد فيها هو اللغة المعوق التاني رح يكون مثلا تلميذ جاي من سوريا وهو في السابع أو الثامن رح يرجعوا سنة أو يغسر ونحن عندنا تقريبا الرسوب عيب في الثقافية اللي حتى تقعب تحكي على الخلاف لا الرسوب ليس عيبا إذا كان يخليني أستفيد من فرص وهو ليس رسوب بمعنى الكسل ظرف البلد وظرف الهجرة اللي اضطرتها اضطرتك أنه أنت ترجع الآن خطوة إلى الوراء وتستوعب اللغة في البلد الجديد لحتى تقفز مرة تانية راح السنة من عمر بني آدم لا السنة ما هي شيء بعمره ولكن يكون عنده الخيارات الصحيحة ويبدأ البداية الصحية إذا ما بدأ البداية الصحية باللغة ما رح يكون النهاية سعيدة لا إله ولا لأهله مثل ما قالنا عملية الانتقال والتغيير هاي تحتوي على كثير من التحديات وكثير من الفرص رجاء استفيدوا من هذه الفرص وكونوا على حجم التحدي اللي وضعتوا فيه وأكيد راح يكون فيه نسبة كبيرة على حجم هالمسئولية وأن ما هو الكلام الديماغوجي اللي يقال عادة ترفع رأس رأس سوريا لا استفيد أنت من الفرصة التي أتيحت لك وعندما تنجح فسيكون مجتمعك ناجح اللي جيت منه وبيئتك السورية اللي هون والبلد اللي أنتج أتيتها تكون إنسان فاعل ونافع فيها رائد أنت شاركت بالاتحاد الأوروبي حكيت باسم اللاجئين حكي لي عنها التجربة هاي اللي سويتها بصراحة كانت مشاركتي بالاتحاد الأوروبي عن كانت الموضوع كان عن موضوع المهربين وعن موضوع الاندماج وليش اخترت فيينا لماذا اخترت فيينا لما اجيت مثلا كلاجئ وطلعت من سوريا لهون وكان إلي تمثيل للاجئين الحمد لله بكثير أماكن كان الاتحاد الأوروبي سواء كان بمنظمات هون أو سواء كان بلقاءات تلفزيونية موجودة بالنمسا تلفزيونية أنا عندي اهتمام سياسي وهذا السبب خلاني أنا عضو موجود بهذا الحزب عن طريق نشاطي وإثبات وجودي هون الحمد لله تم اختياري ورحت ومثلت وكان عندي مكلمة بالاتحاد الأوروبي في فرنسا بشتراسبورغ لمدة عشرين دقيقة واضطرأنا فيها عن موضوع المهربين وعن طريق اللجوء ومواضيع الاندماج شعركت بغير مؤتمرات شعركت بغير أنا بمثل مثلت اللاجئين هون في منظمي وبالحزب وعلى التلفزيون كان في أكثر من اللقاء وحدة منهم كانت على البولوسفير وحكينا عن موضوع الاندماج نحن كلاجئين لدينا فرص كتير مهمة بهذه البلد بمجرد ما نحن نخلص لغة نهتم بحالنا لازم نستغل هذه الفرصة ونأثبت وجودنا ونعطي صورة حلوة عنا بهذه البلد هذه البلد دع تقدمنا نحن لازم نرد لهم الجميل بأجمل والسواء بالتعليم بالدراسة بالاندماج من كل النواحي وأنا الحمد للله يعني بحاول دائما أوصل صورة ليس فقط بس عن نفسي بل عن كل اللاجئين لأنه نحن عندنا قدرات علمية عندنا قدرات تقافية عندنا قدرات مهنية ما في حدائج مثلا من سوريا جاهل الكل عنده مهنة الكل عنده شهادة الكل نحن نحتاج بس قليل من الوقت وبإذن الله بعد هذا الوقت أكيد رح يكون كله على أرض الواقع ومرجع فضائل أي حدا قدم أنه من يحرح رده لي بالأفضل بإذن الله يعطيك العافية وإن شاء الله مشوفك بأعلى المراتب شكرا كثير إليك على استضاء الله يسلمك يا رب شكرا كثير إليك رائد شكرا فادي كيفك مساء الخير مرة تارية يعطيك العافية كيف شفت الحلقة اليوم حلوة بأعتبار هي فيينا المدينة اللي عايشين فيها فالشي برفع الرأس يعني بصراحة فهذه بتعرف أنه يوميا في فيينا تقريبا سبع نشاطات اجتماعية أو عروض عامة خلال كل السنة كيف تشوف الموسيقى في فيينا فيينا مدينة قديمة في مجال الموسيقى طبعا وأكيد دار الأوبرا وغير أدوار مثل بولك تياتر المسرح الشعبي وإلى آخره فيه كثير مدينة إلى تاريخ موسيقي إلى تاريخ موسيقي ومؤهلة للنشاطات الموسيقية بالمسارح بالأدوار الأوبرا الكبيرة الضخمة مو بس بقصر عدار الأوبرا الشهيرة في عدة أماكن أخرى كمان بتخدم الموضوع الموسيقي طبعا فادي في كتير حكي بنا نحكي عن فيينا لكن الوقت ما بيسمح لنا وقتنا أصير طبعا أصدقائي منتشكر فادي منتشكر الضيوف اللي كانوا معنا منتشكر الناس اللي اشتغلت على التقارير يعطيكم ألف عفية حنشوفكم أكيد إن شاء الله في حلقة تانية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة